السلام عليكم ومرحبا بكم بفيديو جديدة على قناتي وقناتكم سنة بيوتي كنتم من تلقاكم هاد الفيديو وهذه في احسن احوالكم يا رب وسط اليوم ان شاء الله غادي تكون واحد الوصفة لكيف عودتكم دائما طبيعية امنة ما عنده حتى شي اضرار صحية عنده بزاف دي الفوائد لان انا غنشارك معكم واحد المكون اللي هو رخيص بزاف من المطبخ وغادي يساعدكم على زيادة الوزن غادي يغلطكم من دك الشرفي غادي تكون ايضا هاد الوصفة هادي نزولا عنده طلب بزاف دي البنات اللي طلبوا مني هكا شي وصفة اللي يديل لهم الخدود او للحنيكات كيف كنقول لهم بالدرجة المغربية دينا كذلك غادي تعمر لكم حتى لويدات ديالكم بنسبة لبنات اللي كيبغوا هكا ايديهم ويبانوا عامرين او لسيغان ديالهم خصوصا في هاد الوقت هادي ديال الصيف كي بزاف ديال البنات كيبدو كيلبسو هكا حويجات قصار وكيبغوا هكا السيغان ديالهم تبا الفورما ديالهم زوينة فهد الوصفة هادي غادي ديوفي لكم بالغرض ممكن ياخدها كل شي يعني ممكن ياخدوها الوليدات الصغر امتداء من خمسة سنين ممكن تعطوهم هد الوصفة هادي ممكن تعطوهم هكا النساء ممكن ياخدوهم الحوامل المرضيعات ما كان حتى شي مشكل كذلك الرجال بالعكس هي مزيانة بزاف لهم لانها غادي تساعدهم على علاج مشكل ديال الخصوبة او للمشكل ديال الضعف الجنسي غادي تقوي لهم الانتصاب لانك تحفز الدورة الدموية عندهم وغادي تزيد حتى في عدد وقوة الحيوانات المانوية عندها فوائد كثيرة ايضا للعيالات لان هاد الوصفة هادي دياليوم غادي تساعدهم على الوقاية من مرض سرطان خصوصا سرطان تبتدي غادي تأثر بشكل ايجابي على هرمون سعادة لانها كتمنع دك تعرض الاكتئاب وكتخلي الجسم كله طاقة وكله نشاطه كله حيوية كتساعدهم على استقرار هرمون الاستروجين الهرمون الانتاوي خصوصا هاكم بعد نقطع دورة الشهرية عندها بزبزبزب ديال الفوائد اللي جيت نقول لكم كاملة غادي نطول عليكم واتشلي ما كيأجرش بزيال جياليبنات مع اني كنشارك معكم شي حاجة اللي غادي تفيدكم طبقا غادي نبدو على بركات الله اللي ندخلو في الفيديو ونكتشفو كيفاش غادي نحضروا وصفات اليوم ان شاء الله لزيادة الوزن واللي غادي تطبسكم وديلكم الحنيكة مثلكم اللويدات الساقان كل شي غادي يكون هو هادك ومندك الشرفع ولكل من كيشد قناتي وكيك تشفها الاول مرة وبغا يوصلوا جديد الوصفات المضمونة والمجربة والامنة معليه الا تابونه في القناة جنة بالضغط على زر الاحمر موجود اسفل الفيديو سبسكرايب سابوني او الاشتراك ما تصوش فعلو خاصية الجرس باش يوصل لكم كل جديد انفوان حطو واهم خطوة ما تبخلوش عليها بلايك تجيلكم بالبرتاج للفيديو وكدلك بالتعليق زوينا اذا الحبيب جالي غادي نبدو الفيديو دينا على بركات الله بالنسبة الوصفة اليوم ان شاء الله غادي تكون بالحمص بالنسبة الناس اللي غادي يقولولي الحمصة رمي كيزيد في الوزن غادي نقول لكم اللي كيزيد في الوزن وكيغلض من دك الشرفاء علاش لانو زيادة الوزن والنقصان ديالو كيعتمد على عدد السعورات الحرارية اللي احنا كندخلوها لجسم ديالنا خسكم دخلو لبالكم هاد الفكرة هادي وتقتنعو بها 100% علاش كل ما كان عدد السعورات الحرارية اللي كندخلوها لجسم ديالنا كبر من عدد السعورات اللي كيحرقها الجسم طيلة النهار فهدا كيترتب عليه زيادة في الوزن وكاس كبير ديال الحمص كيحتوي على 266 سعورة حرارية شوووش حالغان ندخلو لده ديالنا 15 جرام ديال بروتين و 47 جرام ديال كربوهيدرات دونك هادي هاد النسب هادي بوحدة كافية على انها تبت لكم انو هاد الوصفة هادي فعلا غادي تزيد في الوزن ودبا نشرعو في تحضير وصفة اليوم اللي غادي يكون فيها المكون الرئيسي والاساسي هو اصلا مكون واحد اللي هو الحمص الحمص على فكرة ما فيش غير الكربوهيدرات والبروتين وسعورات الحرارية في بزاف ديال المعادن نقدر نقول لكم هو منجم ديال المعادن كالقوا في الكالسيوم الحديد الماغنيزيوم الفوسفور البوتاسيوم السوديوم الزن قنوحة السيلينيوم ومجموعة كبيرة ديال الفيتامينات بحالة فيتامين بأ بدو بتخوا بسيس كالة فيتامين آل فيتامين سي الفيتامين أ يعني واحد الضروة اللي جيد بنا نقول لكم ما غاديش نسالي والفوائد جاله والقيمة الغذائية جاله العالية جدا وفوائد الصحة دونك أنا غادي نحتاج هنا يا ربع كاس ديال الحمص الحمص اليابس العادي ما مقليش بطبيعة الحال خضر غادي نجيبوه نغسله واحد جوج ديال الغسلات أولا ثلاثة مزيان ومن بعد هنوضعوه في واحد الإناء وغادي نغطيو عليه باللماء أخصنا نديرو الماء اللي صالح للشرب بطبيعة الحال لأنه هاد الماء هادا غادي نستغلوه من بعد هنا غادي ندخلوه لذاتنا ما غادي شرر ميوه نغطيو عليه بشي حاجة ونخلوه يبات ليلة كاملة ولا بده يبات ليلة كاملة وهذا هو الشكل ديال الحمص الحبيب ديالين بعد مدازت ليلة كاملة وضعتو فات القرعة هذي وسديت عليهم زيان دابا الطريقة ديالستعمال ديالو كينصراحة جوج ديال الطرق أنا غادي نعطوهم لكم جوج وانتوما تديرو الطريقة لسلكتكم لعجباتكم وهم بجوج كيعطوه نفس النتيجة طريقة الليولة هو اننا غادي ناخدو هذي المنقوع ديال الحمص هذي المدازة الحمص هادا غادي نشربوه في الصباح على الريق غير لما وحده نشربوه على الريق وراه اللي مشيتو احتدخلتو لجوجل ودرتوه الشاقش على المنقوع ديال الحمص او للمدازة الحمص غا تلقاوا عندوه في وحد الفوائد اللي هي كبيرة وكبيرة لدت ديالكم شهد الوصفة دي تبعوها غير تلتيام شهد تلتيام غادي تلاحظوا بانو جسمكم كامل تغير حتى البشرة ديالكم لانو كيعطيوا حد نظارة البشرة وكي يمنع ديك العلامات ديال الشيخوخة او التقدم في السن زيان بزاف للمرأة الحامل علاش لانو كيحمي الجنين ديالها من ديك التشوهات الخلقية ولكن كنوصيها بكنيساء الحوامل مايكتروش منو لانو غادي يغلطهم وغادي يزيد لهم في الوزن ديال الجنين ديالهم هنا غادي يوم القادية او لغادي يوم الولادة صعيبة فمن الاحسن علاناهم مايكتروش منو وزوين بزاف احتى الرائحات الفم الكريهة شهد المغيرة غير غروبية الفم ديالكم مزيان بزاف كي يقضي على روائح الكريهة وكي يقضي على احتى ديك التقرحات ديال اللي كتكون في الفم من داخل والالتهابات زوين زوين بزاف اللي جيت نقول لكم الفوائد دياله الصحية كاملة المعيدة الأمعاء القلب احتى الناس ديال السكر اللي عندهم المشكل ديال السكري او لديال الكيلة او للي عندهم فقر الدم كلهم ممكن اياخدوه بكل اريحية بالعكس مفيد جدا لهم كي بقيت لكم رجعو ده بالطريقة استعمال الوصفة غدتاخدو المنقوع ديال الحمص او لها ديال الحمص غادي تشربو كويس في الصباح على الراق قبل لما تبدو النهار ديالكم ولا تاكلو اي حاجة تبدو بيه هو اللول وبالنسبة لدوك الحبيبات ديال الحمص ما غادي شرميهم لشنو غا نديرو ليهم غادي نخلوهم حتى الليل اللي ما غا نشربوه في الصباح العراق والحبيبات ديال الحمص غا يبقاو حتى الليل حتى تبغيو تناسو وتاكلوهم علش ما غاديش ناكلوهم في الصبح لانهم غادي ينفخونا وما غاديش نخليونا نزيدو لنا ناكلو شي حاجة اخرى فمن احسن تخليوهم حتى الليل هنا غايدروا الوظيفة ديالهم مزيان هدي الطريقة اللولة طريقة الثانية كيف كنتشوفو معايا وضعت الحمص وخلط كهربائي هو وديك المميها ديال وادك شاش كتليكم خاص لما يكون نقيل لانه أنا غادي نستغلوه وغادي نطحنوهم مع بعضياتهم بغايتو تزيدو شي بانانة هنا غادي جيكون مزيان بزاف ولا شوية ديال الزبيب ولا طمر ولا معايا لقاجة العسل كبيرة باش تحلي لكم الخالط لانه باش نكون صارحة معاكم بعد ما تطحنوه ولا شوية ديال الزبيب ولا طمر ولا معايا لقاجة كبيرة ديال العسل باش يسهل على انكم تاكلوه بيتو تديرو هالطريقة الثانية راهم زيانة وغادي تتاخدو هاد الكويس على فكرة ما بعد ما تطحنو وغادي تاخدوه في الليل غادي يكون اخر حاجة غادي تاخدوها وتناسو بغيتو تستعملو هالطريقة استعملوها بغيتو تستعملو الطريقة اللولة اللي قتلكم عليها ديال منقوع الحمص في الصباح والحمص Katie والحمص ستعملوها بجوج ماكسيموم 11 يام غادي تزده في الوزن غادي يتغاضوا غادي الويده ديالك هاتحسوا بهان اهم عمروا وكذلك السيغا ديالك هاتحسوا بي ان اهم عمروا اكي رشا 씨가 جاء لكم وب許ه Warrior ولذلك ايام تواضبوا علي هاد الوصفة هاد يومياً غا تبدأ تبلد لكم الاثار دياله على الجسم ديالكم والصحة ديالكم وعلى البشرة لانو البشرة غالباً ما كتعكس الصحة الداخلية ديال الجسم ديالنا فولا يا حبيب جليل هنا غا تكون ثلاثة وصفة اليوم وصفة سهلة مفاش بزاف زيل التعقيدات وكان عاود نقول لكم مرة خرارة دخلوا ديرو غنشيخش على المنقوع ديال الحمص او لا الفوائد ديالو الصحة ديالنا واللبشرة ديالنا والجسم ديالنا ككل وغا تتلقى والعجب انا مبتش نقول لهم لكم كلهم باش ما نطوش عليكم في الفيديو قبل ما تخرجوا دعموني بلا لايك ديالكم بارتاج الفيديو باش هكا تعمل الفائدة تعليق زوين اللي كنكون سعيدة جدا وانا كنقرعها ما تبخلوش عليها بيها وحتى نطلقها ان شاء الله في فيديو جديدة وصفة جديدة كنقول لكم سهلة فريوسكم كنبغيكم بزاف 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 السلام عليكم